لا شك أن مقومات الدولة تتكامل عناصرها بوجود السلطة و بوجود أيضا حيز الجغرافي و بوجود أيضا الشعب و بوجود أيضا القوانين و الأنظمة و بالتالي يتحقق أيضا انطلاق هذا الشعب في أي منطقة من المناطق و لا سيما في بلادنا الحقيقة منذ الدولة السعودية الأولى و أيضا تكللت بالثانية إلى أيضا الدولة الحديثة في عهد الملك عبد العزيز و أيضا المتطورة و الآن الموجودة و لله الحمد بقيادة خادم الحرمين الشريفين و أيضا سمولي العهد لا شك أن هناك مقومات مهمة الحقيقة للدولة هذه المقومات أيضا بدأت منذ تأسيس هذه الدولة في عام 1139-1727 يعني مقومات هذه الدولة لا بد أن تتأتى في عدد الحقيقة من النواحي الناحية السلطة و ناحية أيضا الوحدة الجغرافية التي تكتمل أيضا بوصول النواحي الإدارية لها و كذلك الشعب و كذلك أيضا القوانين و الأنظمة الحقيقة بدأت منذ عهد الدولة السعودية الأولى بوضع هذا المفهوم و الإطار العام ثم تكللت أيضا بالتالي في الدولة السعودية الثانية إلى أن تكللت في عهد الملك عبد العزيز و وضعت الحقيقة بعض الأنظمة أيضا لهذه الدولة الأنظمة أيضا السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و كذلك أيضا وضعت الوزارات المختصة و الهيئات المناسبة أيضا لا شك أنه قيام هذه الدولة بجميع الحقيقة سلطاتها سواء السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية و غيرها لها الحقيقة معنى قوي جدا في ثبات أيضا الدولة و نمائها و لهذا كانت على رأس هذه السلطة الأسرة المالك و لهذا الناس اعتبروا هذه الأسرة أيضا رمزا لهم و أيضا رمز لوحدتهم في فترة من الفترات التي تجاوزت تقريبا 300 سنة تكلت أيضا هذه الوحدة بمشاركة الأطراف الخارجية بمشاركة الناس و مشاركة الشعب و مشاركة أيضا الوحدة الاجتماعية التي كونت و لله الحمد من خلال هذه الدولة و أثمرت بالتالي على مشاركة مجتمعية قومت بالتالي هذا المجتمع المتماسك و أيضا المجتمع الوحدوي الذي ينظر من خلاله لتاريخي و أيضا لنمائل أيضا لازدهاره و أيضا للولاء أيضا لهذه الأرض و أيضا لهذه الأسرة التي ترتب بالتالي أنها تجمع هذه المنطقة تحت دولة واحدة وإيضاً سلطة واحدة والجميع الحقيقة يشعر بذلك يعني نحن لدينا شعور الحقيقة الضخم الذي هذا الشعور هو ينطلق الحقيقة متفرقة من هذه البلاد الشعور بالأمن الشعور أيضاً بالنماء الاقتصادي أيضاً الشعور أيضاً بوجود الأنظمة المهمة التي تكلل أيضاً التعامل بين الشخص وأيضاً الآخر فالحقيقة تكاملت أرجاؤها وأيضاً تعاضلت بنيانها ولله الحمد في إخراج هذه المقومات متكاملة أيضاً لهذه الدولة ولله الحمد هناك كل يوم الحقيقة تخرج أيضاً بعض الأنظمة وأيضاً بعض الطروحات وبعض الأوامر كلها تكلل العملية أيضاً الحضارية لهذه الدولة ولا زالت بحمد الله سائرة أيضاً إلى الأمام والمزيد لا شك المقومات مختلفة هناك أيضاً مقومات اجتماعية مقومات اقتصادية أيضاً عسكرية أو نتأتى أيضا للتعريف بها منذ ظهور الدولة السعودية الأولى يعني كان المقاومات الحقيقة بسيطة يعني من ناحية الاقتصاد مثلا كانت دولة معتمدة كثير منها على ناحية الزكاة وأيضا ما يخص هذه الزكاة وأيضا الغنائم وغيرها تطورت أيضا وكذلك أيضا الزكاة بمستحقية سواء زكاة للبهائم الأنعام زكاة أيضا للمزروعات فكانت موارد الدولة أيضا تهتم الحقيقة في هذا الجانب وإن كانت موارد بسيطة لكنها تطورت أيضا عبر المراحل التاريخية وصولا إلى اليوم أيضا هناك نظرة الحقيقة واسعة جدا في أيضا التكامل الاقتصادي في بلوغ أيضا هدف مهم الحقيقة اللي هو عشرين ثلاثين وأيضا بناء أيضا هذه المنطقة وأيضا بلادنا بوجود أيضا مدن الحقيقة حضارية واقتصادية تنوعت أيضا في سائر أرجاء هذه البلاد ولهذا تحقق الحقيقة هدف التكاملي من ذلك يرفضها جامعات أيضا مختصة يرفضها أيضا مراكز مختصة كلها أيضا في تطوير أيضا الوسائل الاقتصادية لهذه البلاد أيضا التطورات الاقتصادية وأيضا السياسية وأيضا العسكرية التي مرت بها هذه البلاد يعني مثلا التطورات أيضا العسكرية كانت الدولة السعودية الأولى أيضا في خلال نشوئها وفترة قوتها الحقيقة في عهد الإمام سعود الكبير أو سعود بن عبد العزيز محمد بن سعود وأيضا الأطراف الضخمة لأكثر من مليونين وأيضا نصف تقريبا من الكيلومترات كانت داخلة من ضمن الدولة السعودية أيضا وضع تنظيمات أيضا مهمة للدولة السعودية في النواحي العسكرية فكان أيضا اختيار الفارس أيضا يتم اختياره أيضا من بعض البلدان ومن بعض القبائل واختيارها أيضا وقدومه إلى الدرعية كان أيضا هناك الحقيقة أيضا الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود أوجد أيضا اختيار كوكبة من الفرسان ويتسمى هذه الكوكبة يقال لهم المنقية المنقية الذين يتم تنقيتهم لدخولهم في الجيش وبلغت المصادر أيضا تقول أن في عهد الدولة السعودية أكثر من ثلاثمائة شخص يعني القوة العسكرية أو قوة الصاعقة الخاصة فكانت هناك أيضا تطورات الحقيقة القديمة في تلك الفترة الدولة السعودية الأولى أضيف إلى ذلك ما حصلت أيضا هذه الدولة من أسلحة وغيرها وصولا الحقيقة إلى عهد للحاضر بالتكوينات المهمة أيضا للدولة وأيضا نماء هذا القوة أيضا العسكرية التي أفخل الحقيقة الجميع في هذه البلاد أيضا بمدى ما وصلت إليه من أحدث الأسلحة في العالم وأيضا التكنولوجيا كلها أيضا تقوم وأيضا تهيي الإنسان ابن بيئتي لحماية وطنه وهذا والله الحمد الذي أصبح كل يوم في مزيد وأيضا تطور جديد